مساء الخير ناس كتير وانا بعتبر نفسي واحدة منهم ماشيين بدعا الوالدين دعا الام تحديدا دايما بحس ومقتنعة ان دعوات الام هي السند الحقيقي لنا في الحياة هي اللي بتحمينا من مشاكل كتير ممكن نقع فيها طبيعي ان اي ام بتدعي لولدها بالتوفيق بالصحة بالنجاح بالستر براحة البال لكن امنية بطل القصة حقيقية النهاردة كانت دعواتها غير كده خالص وكانت نتيجتها مصيبة مصيبة كبيرة ربنا يصبرها ويعينها طبعا على اللي هي فيه طب كانت بتدعي بايه وإيه اللي حصل لولدها تعالوا نسمع حكايتها من الأول اسمي امنية وعندي 37 سنة وكنت ام لولدين وبنت ابراهيم ونورة وعبد الرحمن بس هم خلاص راحوا عند ربنا وأنا السبب في موتهم عشان كده ببعت لكم حكايتي يمكن تساعدوني ألاقي حل للنار اللي جوايا خصوصا إن محدش عايز يحاكمني ويرايح ضميري اتربيت وانا صغيرة في الأرياف وكانت الأمهات حوالي لما تتدايق أو تتنرفز من عيالها بيدوا عليهم ومن ضمنهم أمي وانا صغيرة لما كنت تشاء أو أقصر حاجة في البيت أنا واخواتي كنا بنسمع دعوات صعبة قوي زي مثلا ربنا يبتليكي بمصيبة جاتك ضربة في قلبك إلهي ما يطلع عليكي نهار روحوا ربنا ياخدكو وارتح منكو ومن عميلكو كنا في الأول بنخاف بنخاف قوي من دعوات أمي الصعبة خصوصا إننا اتربينا على إن دعوة الأم مجابة وإن في ساعة إجابة بتكون فيها أبواب السماء مفتوحة بس مع الوقت لما لقينا إن دعوات أمي عادية وإني أنا وإخواتي عايشين مفيش حاجة بتحصل لنا جسمنا ومشاعرنا نحاسوا وبطلنا نخاف وساعات كانت أمي تتشال وتتهبد ويعملها تدي علينا وإحنا بنات حك ولطميني أكتر إنها لما كابة تهدى وتروق كابة ببوسنا وتحضننا وتقول إنك كل ده من وراء قلبي الأم ابتدى على عيالها وتكرار اللي يقول أمين ولو لساني قال كلمة كده ولا كده دايماً قلبي بيقول بعد الشر وبيدعلكم في السر لحد ما كبرت وبقيت شبه أمي لما جوزت وخلفت مع إني كنت بقول وأنا صغيرة مستحيل مستحيل لما أكبر أعمل زيها لكن يظهر إننا بنشرب من أهلينا كل حاجة وبنلاقي نفسنا بنقلدهم من غير ما نحس لما نكبر ولادي الله يرحمهم كانوا أشقية جداً كانوا دايماً بيحطوا رأسهم في رأس بعض بيعملوا كوارس مرة ولعوا في الشق ومرة حفروا في الحيطان وبهدلوها ومرة كان يغم علي لما لقيت اتنين منهم ركبين صورة بلكونة وعملينوا حصان وإحنا في دور عالي كنت بقى جنن منهم ببقى مش فوعي من كتر شقوتهم وافضل أضي عليهم بعصبية دعوات شبهة لأمي كان بتدقيها رغم إن الجيران كانوا بيتدقيقوا من تصرفات عيالي بس كذا جار اللي كانت تلومني وتقول لي حد يدي على أولاده كده حد يدي على أولاده الدعوات الصعبة دي حرام عليك يا شيخة ده إحنا قلبنا بتقبض لما بنسمعك وإنت بتدعي إفردي ربنا استجاب والعيال جرى لهم حاجة كنت برد على جيراني نفس الردود اللي أمي الله يرحمها كان بتقولها لنا زمان كنت بقول إن كل ده كلام من وراء قلبي الأمي ابتدى على عيالها وتكره اللي يقول أمين اللسان بيدعي من غلبي بس دايما قلبي بيقول بعد الشر وساعات تانية كنت أرد على الجيران بعصبية وأقول لهم اللي متعاطف مع الشقاوة وقلة الأدب دي ياخدهم عنده عشان يقولوا إن الله حق أصل الكلام ببلاش وبعدين أبوهم لما بيعملوا مصيبة ما بيمسكش غرفية ويقولي كنت فين يا هانم وإزاي تسيبيهم يعملوا كده لحد ما جات اللحظة اللي تكسرت قلبي ودمرت حياتي واكتشفت فيها إن الدعوة ساعت بتستجيب تعرفي إن أنا بجد والله العظيم مش كلامه خلاص لما قريت رسالتك قلبي تقابت كنت حاسة إني أقرأ حاجة وحشة طول ما نعمل أقرأ الله يرحمهم وقعدت أقرأها كذا مرة وأنا بذكرها دي مش أول مرة أكيد أقرأ فيها الرسالة قريتها وذكرتها قبل الحلقة كذا مرة الرسالة صعبة جدا كلها مقرأها قلبي بيوجعني يعني بحسني عارفة لو مش قادرة أكمل لازم بقول يا رب بيطلع فيها حاجة حلوة في الآخر يمكن نقدر نساعدك يمكن الناس تشوف مشكلتك تتعلم منها بس لما عرفت إنه ما كانش فيه في قدنا حاجة جيت أقرأ الرسالة يمكن الناس تتعلم منها ومنها في يوم ولادي فتحوا كل حنافيات المية لفشاقة حابوا يعملوا حمام سباحة عشان يعوموا كنا في الصيف أبوهم ظروفه مش سمحة نحن يطلع مصيف واستغلوا فرصة أني دخلت أريح شوية بعد ما فترت أبوهم فتحوا كل الحنافيات ومن اللي عملتوا فيهم وأنا فضلت أسحب المية لحد ما اليوم خلص على خير والعيال جت صالحني والأمور ماشيت عادي كأنه ما حصلش حاجة بعد ما خلصت أجهزة الصيف مع بداية الدراسة بحاجة بسيطة العيال اتقلب بيهم الميكروباس اللي رايح كم وديهم المدرسة اتقلب في الترع يا سيلي وعيالي الثلاثة غير قوماتوا لما جالي الخبر بقيت عمالة أصرخ وقلتم وقطع في شعري وأنا بص للسماء وبقول خلاص يا رب سماح ما كانش قصدي يغرقوا ما كانش قصدي أنهم يروحوا مني طب رجعهم لي تاني يا رب وسماح المراضي والله العظيم ما هدى عليهم تاني ده أنت عارف أنا بحبهم قد إيه وكنت بقول كده من وراء قلبي وفضلت في حالة النيار لدرجة أني رميت نفسي في الترع عشان أحصلهم وعاقب نفسي بنفس الطريق بس ما متش يا سيلي ما متش مش عارف أروح لهم والعارف أرجعهم تاني لحضني جابوا لي مشايخ عشان يقولوا لي أن اللي انتحر حرام وحد منهم قال لي لو مودتي نفسك مش هتروحي لعيالك لأنك هتبقي ميتها منتحرة وفي عذاب الله وهما في الجنة وأحسن حاجة ليكي هي الصبر والاحتساب نفسي نفسي الشرطة تقبض علي بتقومة أني قتلت عيالي أنا اللي دعيت عليهم نفسي حاكموني ويشنعوني عشان أحس أني كفرت عن زنبي وارح لهم نفسي حادي ريحني بس بس مش لاقي ما حدش عايز يجاوبني بصراحة يا سالي هل أنا فعلا اللي قتلت عيالي هل دعواتي عليهم استجابت هلزم بهم فرقبتي وخلصت رسالة أمني ومليانة أسئلة صعبة كتير أنا مش عارفة مش عارفة جاوب عليها هل دعواتها فعلا استجابت ولا لا طب دعواتها كانت سبب في موت ولدها طب لو ما كانتش داعة كانوا هي يعيشوا طب بتعمل إيه هي دلوقتي عشان 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 تتجاوز اللي حصل لك لو تعمل إيه عشان هي تتخلص من إحساسها بالزنب عشان تبطل محاولات الانتحار إحساس صعبة جدا يعني أنا ما جربتش غلاوة الضنة بس جربت إنك تدعي على حد حتى لما ربنا بيستجيب ساعات بتقوله خلاص يا رب أنا ما أنا مش عايز حقني بس يموتوا بنفس الموتة اللي هي قالتها وما لقوش فعلا حد ينجدهم وماتوا غرقانين استنونا بعد الفاصل قصة النهاردة عن الدعاء اللي ممكن تدعي أم على أطفالها في لحظة غضب بسبب تصرفاتهم أو شقوتهم طب ممكن الدعوة دي تستجب ولا عشان هي من وراء القلب فعادي هتعدي أم نية أم الثلاث أطفال إبراهيم ونورة وعبد الرحمن ولادها الله يرحمهم كانوا قشقية جدا من ضمن شقوتهم إن هم غرقوا ليها مرة شقة عشان يعملوا أكنوا حمام سباحة يعني في الصلاة فدعت عليهم في لحظة غضب وقالت لهم الله تغرقوا ما تلاقوا حد ينجدكم بعدها بفترة بسيطة ميكروباس دا كانوا أخذ الولاد لمدرستهم اتقلب بيهم في الترع الولاد غرقوا وماتوا الأمة دلوقتي بتمر بظروف صعبة جدا بقى عندها إحساس إن هي اللي قتلت ولدها بدعوتها عليهم عشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور هيند ببن استشاري الصحة النفسية زيك يا دكتور أخبارك ايه منورني في الموسم الجديد يا رب يا رب يكون موسم موفق كده إن شاء الله يا رب واشيطي دايما ننتي الحنينة اللي بتبطبيع الناس فبنجيبك في الحلقات اللي بتبعيه زي إنسان إيه علي إنه فيه أوقات ما بلقماش عارفين نقول إيه طحيح هو لما ندعي على عيالنا الدعوة بتستجاب هو إحنا لما ندعي بحاجة وحشة ربنا هيستجيب إحنا دايما ندعي بالخير ندعي بإن الحاجة الحلوة تحصل يعني هل تعتقدي إن إحنا كبشر عندنا قوة أعلى من قوة ربنا إنه هو يعني ينفس حاجة سيئة للناس لو ما كانتش مكتوبة لهم أكيد لا فما فيش حاجة اسمها أم دعت بحاجة وحشة فده الحق خالص ده قدر بس دي الموتة اللي هي دعتها بالزبط ما هم حارقوا بيت قبل كده ونطوا منش ما قفوا على صور بلكونة وحفروا قبل كده أكيد في نفس الوقت دعت بالحاجات دي ما حقاش حاجة هو نصيب وقدر ومكتوب لهم من أم يموتوا بالطريقة طبعا يعني ربنا يصبرها ويعزيها ويعزي قلبها ويقويها على المحنة اللي هي فيها كنا بنتكلم أنا وإنت قبل ما نطلع أنه أنت بتشوفي الحاجات دي في العيادة شفت إيه شفت شباب وبنات ممكن يجوا حاسين بالأذى النفسي بسبب دعا الأم أو دعا الأب مش شرط يكون حصل لهم حاجة وحشة بس يبقى عندهم إحساس بفقدان الثقة فقدان الثقة في نفسهم وفقدان الثقة في الناس اللي حوليهم الموانا إحنا صغيرين يا إنت ماشي أنا عايزة أحكي لك القصة كده ما عرفش دي أصرها إيه بس أنا عايزة بنت بتحكيها لي خالتها أو جدتها حد دي كان لها يحرق قلبك على شبابك هما بيجيبوا الدعوات دي من إيه هو الموروس القديم والعقل الجامع دي دمان كان مدي صورة كده لإيه لقدسية الكبار يعني لقدسية الأب أو الأمة أو الجد كان هم واخدين درجة عالية إن هما كلامهم بيتنفذ أو بيتحقق طب هما بيعملوا كده ليه هما ليه بيستغلوا الفكرة دي في أن هما يوجهوها الأولادهم أيوة نوع من العجز أحيانا عدم القدرة على الاحتواء عدم القدرة على حل المشاكل ما عندهمش قدرة على التفاهم مع أولادهم ما عندهمش فكر يوصلوا للأولاد بطريقة فيها وعي أو مش عارفين يمسكوا نفسهم الغضب ما هو أنا لما أغضب على ابني أعرف أن أنا المسؤولة عن سلوك ابني يعني أنا ابني ده سلوكه ده ما هو مش مولود بي يعني ليه بقى وش مسؤولة سلوك مكتسب الأطفال كلهم كده ما طول كلهم هاش إيه وأنا دوري فين ما هو لازم يجرب عشان يتهزق عشان يبقى كويس وأنا ليه بهزق ما هو أنا هزقت مرة شخطت مرة ضربت مرة دعيت مرة فقدت سلطتي خلاص ما بقاش ليه دور تلقتي مش أجيب هدايا ومش أخرج لا التأثير ده بدأ يقل يعني ما بقاش لقي ما دائما هي قالتلك أمي كانت بتدعي علي أنا وأخوتي وبعد شوية لقينا أن الدعوة عمليش حاجة طب هي تعمل والله أنا عارفة أن هي في يعني في مصيبة كبيرة حقيقي وربنا يصبرها بجد بس أهم حاجة أنت فهم أن هي مش المسؤولة هي حبيبتي كمان في وسط الخارجة حبيبتي دعت بإيه يعني هي لو دعت أن أنت هيبقى ملوك أيوه مش شرط دعوة الأم دي ليس يعني بينها بين الله حجاب دي بتوصل دي في الخير لما بتموت بيقولك ماتت اللي كنا بنكرمك من أجلها خلينا نتفق أنهو الدعوة في الخير ربنا مش هيئزي حد أو هيعمل حاجة فيها يعني قدر ونصيب وحاجة مكتوبة علشان فلان دع على فلان وإلا ما كانت الناس كلها يعني كل فلان راحب دع على التاني يحصل له حاجة يبقى هو دع عليه أيوه ما احنا بنخاف من دعوة الناس فعلا ليكونوا مظلومين ايه دي حاجة ودي حاجة يعني دعوة الظالم والمظلوم دي حاجة لكن أنا ما هنا بقولك بس فكرة أن أنا أقول أن أنا هي دعت على أولادها فتوفه بسبب الدعاء أيوه لا لا يا سيلي ماينفعش ده قدر ونصيبه مكتوب صافت أن هي كانت معتادة على هذا السلوك يعني أنا خليني أن أنا تبنى وجهة النظر التاني عشان برضو إيه ما هنا عايز أني خافف من عندها إحساس الزم واضح جدا بس يبقى في جدال رايح راجع عشان تقتنعوا اليوم في المياه دي ألا حاجة أقدر أقدمها صح جدا أكيد دي الكلام أنا ممكن ترده على أي أكيد دي بترده يعني أنا 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 أتكلم بلسان حالها يا ربنا يعفو عنها يعني يصبرها ربنا يقويها عليها فيه ولكن لان تعرف يا رقم واحد يا أمني أنت مش مسؤولة عن موتهم خلص دي حادثة قدرية أمر الله نصيب الأمهات بتدعي بالخير ده ربنا بستجيب لي طب وبقى التانين اللي بيبقوا ضحايا لدعوات الأم الوحش دي بقى اللي وحشة بقى دي بقى اللي وحشة حقيقي مش ضحايا في تلبية الدعوة أو اللي حصل نتيجة للدعوة لا في تأثير الدعوة النفسي عليهم يعني لكي أنت تخيلي أني ممكن تجيلي بنت تقولي أنا أمي بتدعي عليها طول الوقت تمام أنا حاسة أني دي مش أمي لما يكون أقرب حد ليه بيتمنى لي الشر أنا هصق الناس إزاي في الناس طب أنا هصق في نفس إزاي أنا حاسة أن أنا مرفوضة وغير مقبولة من الناس إذا كان أقرب حد ليه بيتمنى لي السوق بيوصل بيوم الحال أنه بيقولي أنا بكرهها يعني أنا بكره الأمي دي أن هي بتوصل معايا أنها بتتمنى ليش الأذى مهما كنت بغلط ومهما كنت وحشة ده لسان حالهم يعني مهما كنت بغلط مهما كنت وحشة هي دورها تعدلني مش دورها أن هي تلوم علي أو أن هي تمنى لي الشر أو الأذى فدي حاجة صعبة جدا يعني ياريت ياريت كل أب وكل أم بلاش نستخدم الفكرة دي بلاش نستخدم الدعا لأنه على الفكرة دي بتعبر عن عجزك بتعبر عن عدم قدرتك على التربية بتعبر عن أن أنت ما عندكش الوعي الكافي أن أنت تتعامل مع أولادك أو أن أنت حتى تقدر تعدل سلوكهم دولك بسرخ وبزعع وبتشل وتحط والجرن وانهيار والأطفال مهما كانت شقوتهم موجودة بس يعني ورد يعني عملوا بسين في البول ما هو تخيالي وصلوا يعني معنا كده أنه استهتار استهتار لا أو الأيال بتفكر بتستخدم دماغها يا حبايبي استهتار بكلامها مهما تدعي يعني المرحلة اللي هي وصلت فيها هي أخوتها أن الدعا بقاش يجيب نتيجة هم وصلوا لهم من بدر تعيب أن نشوف الدعا بيجيب نتيجة لا أحد من أهل الدين معنا مداخلة من الشيخ أشرف عبدالجواد كبير أئمة بوزارة الأوقاف سلام عليكم يا شيخنا وعليكم السلام يا أستاذة إزاي حضرتك أخبار حضرتك إيه الله يكرمك إيه حكم الشرع بقى في الأم اللي بتدي على عيالها أو الأب اللي بدي على عياله مولانا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللسان من أخطر جوارح جسد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في رحلة من الرحلات فرجل من الأمصار لعن دابته فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزل متاعه من عليها ثم قال وده مربط الفرس وده الحاجة المهمة جدا اللي احنا بنحذر منها الأباء والأمهات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم وفي رواية ولا تدعوا على خدمكم يعني لما يكون حد عنده خادم أو خادمة ويعمل حاجة غلط في يدي عليه ليه لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم لا إله إلا الله طب المولايب أنا عايز أسأل حركينا سؤال بقى هل الدعوة اللي بندعيها على عيالنا وإحنا مديقين ممكن فعلا تستجاب تبقى في ساعة الإجابة دي؟ نعم لو صادفت لو صادفت ساعة إجابة تستجاب وهنا كان تحذير وهنا كان تحذير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أني ما نعملش ده بس إحنا بندعي يا مولانا ومن جوانا بنقول أنه لا أدعي على ابن يوكرا اللي يقول أمين ما فاندم كلام مصبوط لكن الكلمة خرجت وما دام أنها خرجت وسمعت في هذه اللحظة من استجابة الدعاء قبلت وانتهى الأمر دي المشكلة حتى لو استغفرت يا مولانا وقلت له يا رب أنا كنت بقول من وراء قلبي المشكلة أني لو صادفت ساعة الإجابة ما صادفتش ساعة الإجابة يبقى الموضوع إن شاء الله بإذن الله يعني لو صادفت ساعة الإجابة تبقى خلاص ما فيش أمر الله نفذ عشان كده لابد من حفظ اللسان لابد من عشان كده سيدنا النبي قال لنا إيه ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب دي أهم حاجة إن أنا لما عيلي ينرفزني أو حتى اللي قدامي أيا كان هو مين ينرفزني أتحكم في نفسي عند اللي هو اللي سيلف كنترول لا تغضب آه لا تغضب بس يما ولنا أسألك على حاجة لو كان واحد بقى ظالم ودعوة وحشة وفي ساعة إجابة بتستجاب؟ نعم آه طبعا يعني هو اللي ظلمني ودعوته وحشة علي تستجاب؟ لا بص حضرتك سيدنا النبي قال إيه دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله المظلوم مش الظالم طب أنا بقى في جدال مع الدكتورة هيند البنة منوراني هنا بتقول لي إنه مفيش حاجة اسمها إنه ممكن ربنا يستجيب لدعوة أم لو كانت وحشة ربنا بيستجيب الدعوات الحلوة بس ما هو الفكرة زي ما قلت لحضرتك لو صد في ساعة الإجابة خلاص يبقى اتكتبت وتسجلي شفت يا دكتور قولي طب دكتور يا مولانا دكتوريند عايز قولك على حاجة يعني هل الدعوة بموت هتتحقق حتى لو لم يقدر له الموت؟ ما هو حضرتك بتقولي كلام مصبوط الفكرة كلها في ساعة الإجابة ودي يعني دي بتبقى حاجة كده بتاعة قدر ربنا سبحانه وتعالي وزي ما حضرتك قلتي إن ده برضو بيبقى بقدر الله عز وجل لكن من المفترض والمفروض إن الإنسان يمسك لسانه طبعا ده متفقين علي نعم يعني حركة عايز تقول بطريقة بطريقة ما نعم إنه ممكن الأم فعلا اللي دعت على عيالها إن هم يغرقوا ما يلاقوش حد ينجدهم دي الدعوة للأسف صادفت ساعة استجابة لا إله إلا الله فدي مشكلة أسأل الله عز وجل إنه هو بصراحة يعينها ويصبرها وطبعا أكيد إحساسها بالذنب إحساس فظيح جدا لإني كمان يعني مش ماتوا خلاص لا ده ماتوا بنفس الدعوة اللي هي دعتها فطبعا ده أكيد يعني منأثر تأثير سلبي جدا على نفسيتها ربنا سبحانه وتعالى يعينها ويصبرها ويقويها على مصابها حقيقة يعني طب أي وأنا عايزك تقويها يا مولانا أنا أحترم يعني أحترم الاختلاف في وجهات النظر نعم وكأي إنسانة عادية بختار وجهة النظر لتريحني من غير زعل إنه تريحني إنه لا يا رب إنه ده كان قدر ومكتوب عشان أنا أرتاح طبا دلوقتي مش مرتاحة خالص يا مولانا وكانت تحاول تنتحر عشان تحلهم لا 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 هذا خطأ يعني ما علجش المشكلة بمصيبة أكبر منها ما يمتعش أولا الانتحار في حد ذاته حرام وهو كبير لكن تصحيحا للمعلومة المنتحر ليس بكافر ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله ومات على ذلك لكن هو ارتكب كبير وجريمة يعني نسأل الله عز وجل يعني ربما إنحانا الإنسان بيكون تعبان نفسيا بيكون يعني بلغ مبلغ من قلة المقاومة أو ما شابه ذلك لكن يكفي أنني أقول لها حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبض الله ولد عبده يسأل وربنا أعلم يسأل ملائكته قبضتم ولد عبدي يقولون نعم قبضتم فلذة كبده وثمرة فؤاده يقولون نعم فيقول الله عز وجل لملائكته ماذا قال عبدي فيقولون يا رب حمدك واسترجع فيقول الله عز وجل لملائكته أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وربنا سبحانه وتعالى قال زي سيدنا النبي مولانا عليه الصلاة والسلام كان نفسه فولده لما توفوا نعم بقى يقول ولن نقول ما لا يرضي الله يعني مننا لله ونراجعون حمد لله نقول ما يرضي الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين منهم إذا أصابتهم مصيبة عملوا إيه علوا إنا لله وإنا إليه راجعون عشان كده الإنسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى الواحد في الصدمة دي يلحق نفسه إن لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله اللي بيلحق نفسه في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى من ابتلي بمصيبة فقال اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله عز وجل هي ما لحقتش بقى يا مولانا تقدر تعود بقى أنه الوقت اللي فاتها ده تقدر تجتهد في الدعاء تجتهد في قراءة القرآن تجتهد في الاستقاط تجتهد في الصلاة تجتهد في الصلاة وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يعني قادر على أن يعني يريح نفسها ويطمئنا فؤادها ويسلج صدرها إن شاء الله ويصبر قلبها ونورتني 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 ودعنا ان الأولاد دول تجتهد في الصلاة حسناتك ويكون صبر قلبها وبشكرك اختلاف الرأي لا يفسد لا انا اتفق معا في فكرة ان احنا لا نازل نمسك لسنة ما ندعيش على اولادنا حتى وان كانت هناك ساعة مستجابة لقدر حتى وان كانت موجود ولكن تأثير الدعا ده النفسي على الاولاد كبير جدا تأثيره عليك انتي كأم بتدعي حتى لو لم يحقق في المدى البعيد او القريب احس بالزنب العالي ولوم الذات والخوف وده اللي هو عندها طب الاطفال الاشقائية دول بنعمل معهم ايه الاطفال الاشقائية دول طاقة وببلعب في الكهرباء ما هو معلش بيطولك راكب براجبين صور البلكونة عاملينه والإحسان الاطفال وصلوا للمستوى هموت فيها طبعا 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 بيطولك اهم عليها حققها حققها انا ما اعتردش على اللوة فيه اطفال اشقائية كتير بس هم وصلوا لحد المستوى ده ازاي دماغه سواحته لا ما حسمتش الامور انا لومي عليها الوحيد ان هي ما عارفتش تحتوي ولادها ما عارفتش تربيهم صح ما عارفتش توجيه تقتهم خلي بالك الام يعني ما تزعلوش مني من كترة بتعادي معيالك كتير وبتعادي زايه ومتعمليش حاجة بتبيكارتها محروق انا بعد اخوفهم بقوا ابوهم فين ابوهم اللي في القصة اللي بيلوم عليها اللي قريد بيلوم علي ظهر مرة واحدة ويقولك بعملوا مية في عامل حمام سباحة عشان باباهم مودهمش نصير شوفيه خدي بالك هي في القصة كلها عمالة كل شوية ترمي الزنب على حد هي عايز تخفف ضغط الموضوع عليه مرة تقولك امي كانت بتعمل كده واحنا تربينا على كده جوزي ما هي ضحية هي ضحية ومش عايز اقول ليها مزنبة حقيقي بس انا عايز هلوم عليها في حاجة واحدة بس ان هي ما عارفتش تسيطر ما عارفتش تربي ولادها بالحتواء هي ترسخ في ذهنها طريقة التربية اللي هي تربيت بيها اللي هي تربيت على الخوف من الدعاء زي ما مضحكت بتعمل فبالتالي هي نفذت ده مع ولادها هي معرفتها بس في ستات كتير عمالك مع اختلاف الزمن احنا مفترض بنطور بتخلي في وراء بعض وفرق بينهم سنة وانتي سنة صغير احنا عدير الناس اتخطفت مننا مفتوحة اكتر يعني معقولة هنكون احنا في الزمن ده زي اجدادنا وامهاتنا اكيد في اختلاف في وعي وإن الانسان مش هيتطور ده احسن هم وزمانهم كان احسن مليون مار هم كانوا الامور ثابتة واضحة محددة دلوقتي احنا بس احنا في معرفة اكتر في خبرة اكتر انت اللي يفرق عليك يفرق فيك كأم دلوقتي وقبل كده كنت بنت فرق عنك ايه ايه اللي فرق الخبرة اللي انت كتسبتيها مش معقولة هتيجي تطبقي نفس الحاجات اللي تربيتي عليها وإلا ما بقاش في وعي طالما الحاجة اللي انت تربيتي عليها أزتك او سببتلك قلم في وقت ملاوقات ما ينفعش يجي عملها واستسهل زي ما هي قالت ما انا بقيت احنا منلقش بها امهاتنا لأ احنا قابلنا انعكاس ليهم بس انا عندي وعي انا بندج انا بفكر انا بتطور وإلا بقنا كلنا نسخ واحدة نسخ متكررة من اهلنا لأ ناخد بالنا كلنا اي ابو اي ام بيراب وولادهم انت عانيت من حاجة في حياتك او كان اسلوب التربية بالنسبة لك غير مرضي او سببلك ازا نفسي ولقيت نفسك بتكرر ده وقفة مع نفسك ستوب خد بالك انت بتأذيهم بس احنا بنبقى شبههم من غير من وقت ما احنا فين الوعي احنا حتى لو بوعي بحسها جينز لا 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 دي حاجات مكتسبة اغلب السلوكيات مكتسبة ايوة سعب بتاري على حاجاتهم بيعملوا بلا نفسي بعملها بالظبط بس الحاجات دي ممكن قعد اقولي وانزاج بتاها كده حاجات هي بتتشكل جوانا خلاص هي بتتشكل فينا اللي يفرق هنا وهي بتحتاج مجهودة على فكرة اللي يفرق هنا الوعي بتاعي ان انا بدأ اغير ده يعني لو هي مثلا مثلا نفترض هي متعومة مهمتها متعودة تدعي عليهم فانت الدعاء في لسانك ماشي بدل ما قول حاجة واحش اقول رب انيهديكم انا متعودة على الدعاء اقول رب انيهديكم رب انيسامحكم ما هو احنا مش بنربي مش بنربي طيب بنبذل مجهود بنغير عقل بنغير تفكير الموهوس الزهني بتاعي دلوقتي او العقل الجامع بتاعي بيقول ان انا دعيت على اولادي فده هو اللي سبب لي كده واهلنا كانوا بيعملوا كده يعني اصدق نقوم نفسنا والربي نفسنا معهم و احنا متقومهم طبعا ده مجهود كبير او ده لود اوفر الاموما سأم السهل انا ما جربتش انا ما جربتش لا لا اصلني موضوع المجهود لو انت عايزة تخلي اولادك او طلعي جيل تاني مختلف عن القلم اللي انت عاشتي او القذل انت عنيتي في حياتك هتحاول تكتهدي هتجهدي نفسك في انك انت تطلعي احسن ما عندك طب ما هي مامتها كنت بتدعي و ما كانش بيحصل حاجة ما هو ده بقى اللي وراتها فان هي تعمل كده ايه و ما حصلش حاجة بس هي تربت على ايه تربت على الخوف الخوف من ايه الخوف من ماما خليك على حاجة يا سيدي لما تيجي ام تكلم ابنها وتقول له ايه اسمع كلامي وقلنا ربانا يزعل منك طب ما اه لا اسمع كلامي علشان واحد اتنين تلاتة علشان ده ثم اصبحتك طب ما برضو ربانا يزعل منك و ده الجنة تحت اقدامي انا انا الام ده حاجة عظيمة اوي حبيبتي الطفل وعيه مش جايب ده الطفل وعيه طبعا ما وفي الجنة في كل اللعبة اللي انت عايزها لك في النار مش تلاقي حاجة هتسمع كلامي بيه عشان تاخد اللعبة اللي انت عايزها ولا توجع لي قلبي اسمع كلامي الاول علشان انا ماما علشان انا قيمة علشان انا كيان علشان انا عندي خبرة اقدر اوصلها لك علشان انا يهمي مصلحتك وهكذا ولا علشان هقوم اجيب مش عارف ايه وجاة اديك بيه انا بربي هنا ازاي على قصة هقود اقول بالراحة اسمع كلامي علشان انا ماما اللي بتحبك اه اه يا سالي معلش ما هو انتي كانوا منتخب الزمان هو جرناش حاجة وعايشين او امنية دعت وبعد ما دعت دوقتي بتلوم نفسها وحسب الزم ودرجة نها بتفكر في الانتحار يعني احنا بنورط نفسنا في حاجات هو الانسان اللي يفكر في الانتحار ده بيبقى وصل لدرجة ايه اختأب شديد بيجي له ايه في دماغه يعني بيبقى حسب ايه يأس بيجي له احساس الزمب عالي جدا جدا لوم زي تبصي هي بالزبط كده عندها صدمة كبيرة عوش يعني بيقى فقد الشغف في كل حاجة لو انا بصحة ليه هي دي دي مرحلة ايه بقى دي مرحلة قبل لمرحلة الانتحار والله مرحلة الانتحار اه اه او افكار الموت لما بتيجي في زهن المريد الكتئاب بيقى مش شايف اي حاجة في الدنيا حلوة خالص مش شايف نفسه اصلا مقبول ولا صدوش الشوارمة ولا الخروجة الحلوة ولا حاجة لها طعم معقول ولا حاجة لها معنى ولا عارف انبسط لدرجة انه بدأ يبدأ يحس ان هو نفسه اصبح مؤذي لنفسه اللي حواليه طب هي ممكن تنتحر بجد لازم علاج نفسي طبعا طبعا وبسرعة شديدة ليه لان الافكار الموت دي في لحظة ده قرار مؤجل بتفضل الفكرة في الزهن والأي في اي وقت ممكن الموضوع يعني يزيد عندها احساس اللو شربنا بينزل سكينة وصبر من عنده حبيبتي في نفس اللوامة النفس اللوامة اللي هي حساها طول الوقت بتلوم نفسها بتلوم نفسها لو طلبتك هتعملي ايه ده طبعا دي الناس تقولك من غير ما تستنى هتديك الرقم من فريق طبعا من غير ما افضل ايه هتستنى تطلبني انا موجودة في اي وقت وهتحتاج تتعرض على طبيب تاني طبيب نفسي انا هعالجها نفسيا لنعليك سلوكوية فيه طبيب نفسي هتحتاج تبقى معوجودة معايا ادوية يعني ممكن همعرض معايا الاول واشوف هتشوفي كيميز المخ والحاجات دي وصلت لي طبيب انا هشوفها في افكار انا قضي اتوصلي اه اتشوفي وصلت لي فين فلو محتاج بس واضح واضح بصي بصي هي واضح انها صدمة جديدة جدا الصدمة دي بتمر باكتما من مرحلة طبعا الاول اللي هي لوم نفسها وبعدين تبدأ ترمي المسئولية على غيرها زي ما هي عملت وبعدين بقلك تائب الشديد وبعدين رغبة في الموت انا مش ممكن تخلف غيرهم تاني يعني انا عارفة انه عمر بحاجة اتعوض حاجة طبعا بس مش ممكن ادي لأمل في حقيقي انت ممكن تقلية لسه في التلاتينات هو انا عايزة اقولها بس الامل الوحيدة اللي حطيه في المائك او الفكرة اللي انت تبدأ تشتغلي عليها يومناها لحد ما قابلك او تتلم معاك ان انت مش مسئول ده قدر ونصيب وانت زي ما انت شايفة ان انت شايلازم اقدر اقولك ان انت كمان ضحية لأفكار بتقول ان الدعاء هو العمل كده لان انت تربيتي على كده هلوم عليك في حاجة بسيطة جدا وليتحاول تزفاديها في حياتك بعد كده خليك حاسمة خليك حاسمة في اللي بتعمليه في حياتك خليك حاسمة في قرار خلي بالك احنا انت بنحاول نوزنها وساعات ما بنعرفش يأتي بيقوم جديد اوي يأتي بيقوم في كارت محروق اوي ما تحرقيش نفسك كأم يعني ما تحرقيش نفسك كأم وتخلصي كل اسلحتك ولا ضرب الضرب ده يعني هو منوع بس اخر حاجة ممكن تلجأ لها اخر 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 حدود زي امهاتنا يعني زمان عارفة تروحي عادة كنت لقيت حس الجلدة بيطلع كنت طب انت بتشوفي ده ايه انا بشوفه عجز عجز ليه طبعا انا مش عارفة سيطر انا مش قادرة ازعق قدام الناس عشان الناس ما تقولش علينا نحنا بنعمل حركات وحشة قدامهم وبنعلي صوتنا عام وجايبات كده وقاعدين عادي حاجة اسمع طفل غاز امه ما ليه ما بيسمعش الكلام هيموت نفسه لا هيموت نفسه لانك انت حرقتي نفسك بيجري بيعمل حرقتي نفسك حرقتي نفسك ما حطتيش ليكي معي الحدود اللي تخليه يرجع تي ضربتي وشتمتي العقاب هو الوسيلة يعني الصح ما فيش خروجة ما فيش تمرين في حاجتين لازم نشتغل بهم العقاب والثواب العقاب مش بشارة العقاب اوصل للدرجة الضرب بقى والدعوة والكلام ده العقاب ده بيشمل حاجات كتير او ما فيش النهاردة تمرين ما فيش خروج بس خلاص ما فيش موبايل ما فيش مش عارف ايه نبدأ كده وابدأ اقول ما فيش ليه يعني ابدأ اعلم عشان سيادتك قليل ادب ما تسمعش الكلام وزودتها بالزيادة طب انا ليه اسمع الكلام انا لاقي متعتي في ان انا متعلق الصور عشان انت لو سمعت الكلام ممكن نجيب كادو وممكن نزل نروح النادي وممكن نطول شوي ممكن نطول شوي ممكن معي فلوس وادي بحاجة ده كويس جدا بس دي ايه هنا ايه مؤقتة امه لعقول له ايه انا لازم انا ما فهمتوش الخطر فين او تحترم نفسك شان امك يعني مش ده برضو ايه بقى يعني الوقت هو وقف على الصور انا وقفت وصرخت وهم علي ما مش هفهم يعني موت هفهم ان فيه خطر يعني هما ممكن يكونوا ابتدائي اعدادي انا بحاول عمالة دور دوروا ايه حاجة عشان ما يحصلش ده تاني انا عايزة خفف عنها دلوقتي انا عايزة خفف عنها واعلم الامهات اللي بتشوفنا برضو بالضبط بان ربيش ولادنا على الخوف ايوان عايزك يبقى كلمة اخيرة هنختب بها بقى ما تربيش ولادك على الخوف ربي ولادك على ان هما يفهموا يستوعبوا يستوعبوا اختار الاشياء يعني مثلا ابنك روح يلعب في النار ها او يلعب في الكهرباء ما فيش وقت انه يستوعب هو لازم يخاف هو هقولك على حجة انا مش لسه هشرح هو عمل خلاص وانا انقصته وزعقتله خلاص كده اوضح له بقى الخطر ايه ما هو عابلها لعبة هو بيلعب هو بيستكشف يعني لو قفين على الصور البالاكوندر بيستكشفه مثلا اللي عمله حمام سباحة بيلعبه هم وزهنهم مش جايب الاخطار طبعا اللي هي لكن انا لازم اواعيهم لازم اصلا يبقى فيه لغة حوار بيني وبينهم مش هقول لا وهي لا ما ينفعش طب ليه ما ينفعش معلش واضحي لي السبب ما صعب بيطولوا معاك برضو انا ما تقولي لأ عشان انت بتعملش ايه وعشان انت قليل ادب ملاخر ما ينفعش يا سالي طب انا مش هبقيل ادب تاني طب انا ما ينفعش الادب يا انت بترد علي ولا بكلمك ما بسمعش الكلام بتعمل حاجات كل حاجة النهاردة عملتها غلط يبقى فيه عقاب العقاب هي انا النهاردة مش هكلمك طول اليوم مثلا انا بيولا يفرق معهم من القلبة يفرق معها اه بيفرق طبعا والله مش هكلمك ومفيش حاجة حلوة ومفيش كذا ومفيش كذا طول اليوم هنا انت اللي عملت لنفسك كأم قيمة مش خوفتي من قوة تانية من حاجة تانية يعني لان هي بولس هي اكتشفت ايه معا لما كبرت هي وخوتها ان الدعوة بيعملش حاجة ممكن كل اولادها من بدل اكتشف ان الدعوة بيعملش حاجة السريخ والسويت اللي بتعمليه مش بيعمل حاجة ومتي ضربتين مرة واثنين وخلصنا مفيش الساحب يقول لك ودلك يا تزاعتين ايوة بالزبط كده نعم بسيبك ده ما انت عارف امك قلبها بيطير ايوة بالزبط كده يعني هي كده حارقت نفسها وحارقت نفسها فعليا وصلت للاحتراق اصلا معاهم ان هي بدأت تنهار بيغم عليها تدع عليهم دعاوي غير طبيعية لو احنا خلاص في السنة الدعا نبدل دي ربنا يهديك ربنا يسامحك ربنا يصلح الكلام اللي هو مفهوش ازا علشانك وعلشان افكارك انتي وعلشان لو اولاد نفسهم ما يحسوش ان هم فقدين الثقة اقرب حد اللي هي بيتمنى للشر انا هلاقي الخير فين مشكرك ونورتيني وشكرا ومرسي انك هتبني الحالة وكالطبيعي الحنينة نورتيني ورسي يا دكتوري استنونا بعد الفاصل استنينا يا أمني هتكلم معك شوي في ناس كتير بتستهون بالكلام اللي بتقوله يقولك يا عم ده كلام وخلاص كلام عالفاضي كلام عادي بيتقل وخلاص مع ان الكلمة عمرها ما كانت حاجة سهلة زي ما بيقولوا مفتاح الجنة في كلمة مفتاح النار في كلمة الكلمة طلقة الرضا والسعادة والعشرة الحلوة بتيجي بكلمة غضب أو نرفزة ومشاكل ونقطع محد بتيجي بكلمة يا أمني قبل ما تحسي ان ولادك ضحية كلامك ودعواتك عليهم خليني أقولك على حاجة انك انتي وناس كتير زيك كانوا ضحية للتربية الغلط اللي تعود فيها شوية من الأهالي ان هم بيدوا على عيالهم في لحظة غضب يعني عادي أنا دي على ابني وكرا اللي يقول أمين حتى لو كان الكلام ده من وراء قلبه ولانك النهاردة مش محتاجة أي عتاب أو أي لوم بالظرف المأساوي الصعب اللي انتي بتمر بيه يعني أنا عايزة عزيكي أنا عايزة طبطب عليكي ومش عارفة أعمل إيه بس في نفس الوقت عايزة أسألك طب تفتكري بقى لو ما كنتيش دعيتي عليهم ما كانش أمر الله هيحصل اللي عرفوا إن الميلاد والموت متحددين في علم ربنا من قبل ما ندخلق أساساً لحد فينا يقدر يأجلوا ساعة ولا يقدموا ساعة وإن المرض أو الدعاء أو أي حاجة أي تفصيل أقد كده خلاص بيحصل بعدها الموت مجرد أسباب لحاجة كانت كده كده هتحصل وحتى لو كان السبب تغير برضو النتيجة كانت هتحصل لأي سبب تاني يعني كده كده كان فيه فراء هايحصل الحكمة القديمة بتقول لك إيه؟ ما لم يابط بالسيف مات بغيره سمعتي عن قصة الراجل اللي كان عندي سيدنا سليمان وشاف ملك الموت عنده واقف بيبص عليه بتركيز شديد كده بعدين ملك الموت ماشي لما ماشي سأل الراجل سيدنا سليمان قال له هو مين اللي كان واقف بيبصلي ده فسيدنا سليمان قال له إيه؟ قال له ده ملك الموت بيتجسد في صورة بشر وييجي يزورني فالراجل خاف وترعب وقال له لا 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 أرجوك أنا عايز أبعد عن هنا بأي شكل أؤمر الرياح تاخدني المكان بعيد وفعلا سيدنا سليمان أمر الريح أني تاخد الراجل للهند وبعد شوية لأن ملك الموت راجعله فسأله سيدنا سليمان وقال له هو أنت كنت ببصر الراجل قوي كده ليه؟ فقال له ملك الموت كنت ببصله ومستغرب لأن ربنا كتب له أنه هيموت في الهند ولما رحت الهند لقيته هناك فقبط روحه بغض النظر بقى عن الأقوال الكتير اللي حوالين القصة دي لكن فيها عبرة أن محدش بيهرب من قضره مهما تعددت الأسباب الموت واحد اللي أنت محتاجة دلوقت يا أمنا مش أنك ترمي نفسك في الترى عشان تحصلي أولادك ولا أنك تعيش في تعسى أبداي ربنا عواضك خير أنت محتاجة نعمة الحمد أو لما بتحصل حاجة وحشة بنقول إيه؟ إنا لله وإنا إله رجعون إنا لله وإنا إله رجعون لأنك كده كده أمر الله نافس سبوري ربنا يجعل صبرك في مزان حسناتك ده الجزء المتعلق بيك أما بخصوص الجزء المتعلق بالنيس اللي سعب بتادي على أولادها زيك للنهار بيدوا على عيالهم حتى لو من ورى قلوبهم ما تستهونوش بكلمة طالعة منكم فلحظة غضب جايز الكلمة تصادف قدر قدر كان هيحصل وتفضلوا طول عمركم حاسين بالزنب العيل الشقي يتراب يتقوم باللين مر بالشدة مر باللحتواء مر بس ما ندعيش عليه دعا في موت أو ضرر إنه حتى لو عاش هيكون ترابة غلط هيفضل جواء إحساس إنه موجوة من الكلمة اللي أنت قلتيها أو من الدعوة اللي قلتيها أنتوا فاكرينها مجرد كلمة وبتعدي بس هي بتدخل في قلب ومخه ما بتعديش كده وبأيديكم تختاره كنت قريت على الفيسبوك قبل كده إنه واحدة بعت على جروب بتقول أمي كانت دايما تقول لي إلهي يحرق دمك إلهي يحرق دمك بتقول جالي لوكيميا سرطان الدم من ساعاتها من قبل حتى ما أرقصتك يا أمني وأنا مش مصدق يعني بقيتها خاف قوي من الدعوة أخاف محدش بيعمل كده نحن ساعات لما بنحاسب بنقول خلص يا رب لا مش هوكلك بني وبنهم هما يا رب حننقلبي عليهم وحننقلبهم علي مش هوكلك بني وبنهم ربنا يصبر قلبك يا بنتي والله سمعتي معانا كلام دكتر هند في فقرة اللي فاتت وسمعتي كمان مدخل التشريخ اللي كان معانا رجل الدين وسمعتي كلامي دلوقتي صعبة بتلاقي كبير وبتلاقي عظيم بس أنا دايما بقول كلمة بقولك بيدي أصعب معاركه لجنوده المخلصين مش اي حد بيختبره في ده مش اي حد بيبديله بتلاقي صعبة بيختبر صبرك بيختبر إيمانك هيعوضك عنهم غير خير وغير اللي حصل ده كله انت لازم تبقي عارفة ان هم في الجنة وفي مكان أحسن وعند الله أبقى هو أحنى علينا من كل الناس و انا مش عارفة اقولك ايه بس يعني يا رب يكون يكون كلامي هدكي شوية و يا رب يكون في مزان حسناتك ان كل الأمهات اللي هتشوف الحلقة هتبطل تعمل كده اقول الابا هات اوعو تدعو على عيالكم اوعو تدعو على عيالكم والله ده الواحد حتى لو يقولك بقى دي على ابني واقرأ ليه يقول أمين لا هي استجابت هستنى منكم كل رسائلكم هنا في قصة حقيقية عايزة اسمع كل الرسائل وعايزة اسمع مين بيدي على عياله ومين ما بديعش على عياله هل عملت كده قبل كده وحتى دعيت على حد لما استجابت ايه اللي حصل واستنىكم في حلقة جديدة قصة جديدة بس أهم حاجة تكون قصة حقيقية ونتعلم منها كلنا زي ما نجيت أتعلمنا معكم باي باي